اشتركوا في القناة والتي تم اعتمادها في الدورة الثالثة والستين في عام 2019 وركزت الدكتورة البلوشي خلال هذه المشاركة على الجهود التي تطلع بها مملكة البحرين من خلال المجلس الأعلى للمرأة لتعزيز القوانين والأطر التنظيمية والسياسات المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ووضع وإنفاذ السياسات والبرامج المتعلقة بتعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة وزيادة فرص تولي النساء أدوارا قيادية في مختلف المنظمات والأجهزة التنفيذية وأكافة المجالات والميادين إلى جانب الجهود في إنشاء حاضنات الأعمال ومراكز تنمية القدرات لدعم مشاريع رائدات الأعمال وترسيخ أسس العادالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص مشيرة إلى أن المملكة مستمرة في دعم ونهوض وتقدم المرأة بما يضمن تحقيق التوازن بين الجنسين في جميع المجالات التنموية وتعزيز إسهاماتها كشريك فاعل على كافة الصعود ترجمة نانسي قنقر